تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الجمعيكي بهدفين لهدف المباراة الدولية الودية التي جمعتهما في النمسا وتأتي هذه المباراة على هامش المعسكر التدريبي للنشامة في أوروبا تحضيرا للنهائيات الأسيوية وتصفيات كأس العالم وكان اللقاء الودي الأول للمنتخب الوطني قد انتهى بالتعثر أمام صربيا بثلاثة أهداف لهدفين يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في دورة الألعاب العريق العربية والتي ستقام في الجزائر خلال الفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من الشهر المقبل المنتخب يواصل بقيادة المدرب محمد خلف تحضيراته المكثفة من أجل الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة ويسعى النشامة للحصول على أولى الميداليات الذهبية في البطولة العربية حيث سبق للمنتخب الفوز بميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية أقيم السباق التأهلي الثالث لرياضة القدرة والتحمل في الموجر تحت رعاية الأميرة عالية بنت الحسين وبتنظيم من اتحاد الفروسية الملكي وشارك في السباق 131 فارسا وفارسة وسط أجواء حارة وتنفسية حيث تم تقسيم السباق إلى جزئين وهما سباق أربعين كيلو متر وسباق ثمانين كيلو متر وتمكن من إنهاء السباق قرابة الخمسة وثمانين فارس وفارسة سباق تأهيلي للثمانين كيلو وللأربعين كيلو شارك معنا اليوم 131 فارس وفارسة 52 على الثمانين كيلو و79 على الأربعين كيلو طبيعة الجو اليوم كانت حارة شوية فكان عندنا شوية انسحابات أو بسبب العرج أو بسبب المغص اللي بصير عند الخيل كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل ويسعى النصر للجمع بين زياش والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق خصوصا وأن نادي تشيلسي منفتح على بيع اللاعب المغربي بعد تراجع فرص خوضه للمباريات في الفترة الأخيرة رغم تألوقه الكبير في النسخة الماضية من كاس العالم